انقلاب يهز دولة تونس والشعب التونسي في مسيرات مسيرات تزداد كل يوم أو يوم على يوم وميل في الصحراء الشرقية على الطاولة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا وتكونوا بخير وعلى خير أو في أحسن الأحوال دائما معكم اختكم لبناء من قناتكم المتواضع على لبنانيوز واللي كانت مننا وأنكم تدعمونا بلايك ديالكم وتبرتجوا هذه القناة وما تنسوش كتابة التعاليق فعلى بركة الله نبدو موضوعنا لليوم موسيقى فسبحان الله أي دولة أو أي رئيس دولة كيبغي يدخل في الوحدة الترابية ديال بلادنا وكيبغي يقسم بلادنا كيمشي في مناورات ضد بلادنا وكيدير يدفيد نظام الإسكاري الجزائري هكا كتكون النهاية دياله دولة تونس تونس اللي كانت تونس الخضراء وبسبب قيسوس ردها تونس القاحلة اليوم الشعب التونسي الشعب التونسي المتقف دولة اللي عندها تاريخ دولة اللي عندها هوية ماشي بحرشي بعضين اللي عاد يالله صنعوا في 1962 هاد الدولة أو هاد الشعب اللي عنده مواقف حتى استغلوهم النظام الإسكاري الجزائري أو استغلوا قيسوس وبدخلوهم في أزمة مع المملكة المغربية الشريفة بسبب الاستقبال ديال بنبطوش داك الاستقبال الأسطورة واللي كاملنا شفناه لكن مؤخرا نحنا شفنا محادثات شفنا اتصالات ما بين سيد ناصر بوريطا ووزير الخارجية التونسي وكنشوف واحد الانفراش في العلاقات يعني كينا أنشطة مكتفة بين البلدين اليوم إخواني أخواتي الشعب التونسي خرج للشارع منقلبا على الدكتاتور منقلبا على قيسوس وكيطالبوا بعزل هاد الأخير الكل كيقول ارحل ارحل الكل بغين رحيل قيسوس صراحة ما كناش كنتمنوا أننا نشوفوا هاد البلد يوصل لهاد الشي تونس الخضراء يعني تونس السلام تونس اللي كانت دولة كتعيش الأمن والاستقرار فالشعب التونسي وصل لهاد المستوى الخاطر فاليوم عيوم يصبروا اليوم خرجين ومصرين على إسقاط قيسوس قيس تعيد اللي خرب تونس ربما ربما الله يحفظ غادي يكون واحد الرابيع عربي آخر فالنظام العسكري الجزائري كان بغي تونس يردها حديقة خلفية ليه ويتحكم فيها كيف ما بغى واستغل يعني الأزمة اللي كان تعيشها تونس ودخول باش يخرب البلاد لكن ما حد وقت لانتخابات كيوصلوا والشعب التونسي كيعق وكيفيق بحكم أن هاد الشعب رجع من بود لأنهم فرضوا السيادة ديالهم فنشوفوا واحد الفيديو آخر فهنا كم قولوا لقيس تعيز طريق الكابرانات كحلز حل واللي تبعهم عمره ما يشوف الخير كذلك أخواني أخواتي فيما يخص صحرائنا الشرقية فمن بعد ما المغاربة تقنب للميلف ديالصحراء الغربية المغربية انتهى يعني أقبرة بشهادة العالم وبالاعترافات ديالدول وبالقنصوليات سوف يدك الميلف تطوى اليوم كينتظرنا واحد الميلف آخر لأن ديبلوماسية المغربية أو المغرب يعني واحد ديبلوماسية رزينة حكيمة ما يمكنش أنها تحل مجموعة ديالجابهات عليها حتى كنسالي واحد الميلف ونفتحه ميلف آخر فمن بعد ما كل الدول كتدعم بلادنا في صحرائنا المغربية اليوم حان الوقت لفتح ميلف الصحراء الشرقية وهنا كنهضر على واحد الجغرافية كبيرة واللي اقتطعتها فرنسا وضمتها للجزائر والنظام الإسكاري الجزائري الخبيث لسانوات وهو كينهب وكيسرق البيترول الغازي المعادن وكيخرج هذا النظام كيهدد كيقول غاديستغلوا غار الجبيلات وخارفين باللي كينه اتفاقيا وما يقدروا ش يقربوا الغار الجبيلات لكن من أجل تسويق الداخلي فهنا إخواني أخواتي صحراء الشرقية كيما قلت لكم جغرافية كبيرة بزاق فيها معادن فيها البترول فيها الغاز والنظام الإسكاري الجزائري كينهبوا كيسرقوا كيسرفوا على البوليزاريو واليوم بما أن فرنسا تتودد للمملكة المغربية الشريفة وفرنسا رحما عندها من غير المغرب لماذا؟ لأن دول الساحل كاملين تردوا فرنسا اللي استغلتهم لسانوات خدت الأموال ديالهم خدت سجاع المعادن اللي كيني لفدوك الدول واستغلتهم يعني بحث لاستغلال خير اليوم فرنسا ما عندها لين غير المغرب اليوم فرنسا كتتودد للمغرب لعله وعسى إرضها لدول الساحل هالدول الساحل اللي لقت البديل ديال فرنسا في المغرب بطبيعة الحال بمنطق ديال رابح رابح ففرنسا إلا بغاة فعلا ترجع لي دول الساحل فالمغرب أكيد غد يفرض عليها أنها التعامل مع هاد الدول الإفريقية بمنطق رابح رابح لكن ضروري خصي يكون شروط عند المملكة المغربية الشريفة باش توصل الفرنسا إلى دول الساحل أو ترجع لدول الساحل اليوم الملف ديال الصحراء الشرقية خصو يكون حاضر في شروط ديال المغرب وهذه فرصة جيدة للمغرب باش يفتح الملف ديال الصحراء الشرقية لأن فرنسا عندها المفتاح ديال الصحراء الشرقية هي اللي عندها الأرشيف هي اللي عندها الوتائق وبالتالي المغرب سيستغل هذا الظرفية والمفتاح دي الصحرائينا الشرقية عند فرنسا وإحنا نشوفه اليوم فرنسا كانت تودد يعني ممكن تدير أي حاجة مدام يعني اعترفات بمغربية الصحراء وبالتالي تقدر تدير أي حاجة باش ترضي المغرب لعله وعسى المغرب يتوصل لها ويردها لدول الساحل فمصادر كتقول أو أخبار متضاربة كتقول أن إيمانويل ماكرون أو الدولة العميقة الفرنسية تفاوض المغرب يعني إردهم لدول الساحل وفرنسا تعطي المفتاح دي الصحراء الشرقية للمغرب يعني الأرشيف والخرائط المغرب عنده ما يكفيه لكن إلى فرنسا زادت أضافة أرشيف آخر وخرائط أخرى فغد يكون عندنا يعني براين ودلائل اللي يكون الأمر سهل جداً لاسترجاع صحرائنا الشرقية إذن إخواني أخواتي هذا هو الموضوع ديالنا دياليوم تحية لكم كبيرة شكراً لحزن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته